ايه? خمسين دقيقة. ساعة. ساعة. الموضوع كله كان حوار مايك اصلا في الاول. وبعد حوار مايك وقف. وبعد ما وقف رجعنا تاني. هو طبعا حوار زريف رطيف كده. بس الحمد لله وصلنا ان احنا نبدأ الحلقة اخيرا. النهاردة حلقة الرابعة. الحمد لله احنا عملنا الحلقتين بصراحة. الحلقة التانية كانت حصل فيها مشكلة ان شريف تعب فما نفش نعملها. ولكن الحلقة التالتة كانت مياحية وكانت رسيبش بتاعك كان كويس. الحلقة الاولى كانت مع عبدالعزيز واسلام. كانت في بيبتوك وكان الناس عاجبها. شكل كبير. الحلقة النهاردة مع ماهيتاب. ماهيتاب من الناس اللي هما انا قابلتهم اول حاجة قابلتها كانت فيها كان في عنيفل. اه. وما كناش نعرف بعض خالص. وانا اصلا ما كنتش يعرف الكميونيتي ده كله على بعضه. كان بالنسبة للموضوع مختلف. بس واقلوها ستيب باي ستيب. الحد ما بقت موجودة معا نهاردة في ابيسود فور في اوستين بودكاست سيزون التاني. وماهيتاب من الناس اللي هما هي بتعمل طبعا زي تقليد اصوات آآ ياباني بتعلم برضو بتعلم ناس موضوع الياباني. موجودة كمان كتير مع جينيوث. وهي برضو تتكلم عنه كتير وقدر تعرفه منها تفاصيل اكتر النهاردة لما تتكلم عنه. فـ يعني يعني عسيب ما هيتاب بنفسي اللي اتعرف عن نفسها الاول قبل ما ابدا ما اتكلم انا كتير. فقدر تعرفها مع نفسك بقى بشكل مطول للناس كلها دلوقتي. في الاول ان انا فرحانة قوي اني طلع معيك. والله مش كلام رسمي ولا حاجة. بس انا فعلا فرحانة اني طلع معك عشان انت شخصية ما شاء الله عليك يعني مكتهدة ومحترم. والله يكلم معه. وفرحانة يعني نهافاني النهاردة. فدي اول اصلا تجربة لي فوكست معيك. فشكرا لك اصلا ان انت بدتني بفرصة زي. والله عليك. اصلا انا اصلا مش عارف انت ازاي قبلتي لان انت عارفة. انا انا مكلم انا مكلم ناس كتير. والله في منهم ناس عليين وانا مفيش تحت خالص. فبردو لازم. فبردو يعني دي موضوع حلو. لا والله احنا يعني والله لا 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 لا. هو انا اللي مش عارفني انا اسمي مهيتاب. هو انا اصلا بدرس ياباني فانا متخرجة السنة دي من جامعة القاهرة قسم الترجمة التخصصية اللغة اليابانية. عشان كده كنت عملت محتوية عن الانيمي طبعا عشان بحب الانيمي. وعلشان اللغة كانت تخصصي. فالتنين مع بعض حاجة كلنا بنحبها. يعني انا نتكلم ياباني ونكون بنتفرج على الانيمي. بس فالموضوع من الاول جي صدفة معي. بس بصراحة حبيته. لاني مكونش عارف ان احنا كتير قوي كده. او اننا ممكن نكون مهتمين بالانيمي والياباني والثقافة اليابانية كله دون مع بعض. خصوة ان انا كنت في الكميونيتي دي بايدا وي من الاول. بس يعني كنت بتاع هادية يعني في حالي شوية. مش ليا صحاب خفاف كده. بس انا كنت منبهرة جدا بقى بفكرة الابنتيت والحاجات دي. ففرحانا ان الموضوع وسع مننا يعني. بس كده. جميل. تمام. نبدأ كده ايه? بداية خفيفة. اه طبعا الناس كلها عارفة انت اه دراستي الياباني او اللغة اليابانية. ايه. وده يمكن الحاجة اللي كانت محور الكونتين بتاعك برده سواء على تيك توك او على انستجرام. ايه اللي شدك للغة اليابانية? ايه تجربتك طبعا لما اتعلمتها لحد ما اتخرفتي. اه انا بدايتي اصلا ان انا كنت من الناس اللي بتحب سبايستون جدا ومتربية عليها جدا. اه. فمع الوقت حسيت فجأة كده على اولى عدادي ولا حاجة ان انا عايزة اتفرج على باقي الكارتونات اللي كنت بشوفها زمان. اه. اللي سنشي مكدرش وبقى افض على عصابة ولا ايه واشوف ايه الاخبار جون ما لقاش افوه لسه والحاجات دي. فديت اتفرج طبعا كنت وتفرج على اليوتيوب عادي جدا. بعدين اكتشفت مع الوقت ان لا ده فيه اصلا حلقاته بالياباني. فطبعا اتطاريت اشوفها بالياباني وانا ما كونش عارف حاجة. فلا لقيت بقى التغيرات اللي سبايستون هي التغيرت دي. وكملت فرجة واسماتي ياباني وبدأت احب الياباني واليابان. فانا ما كانش جايب بادي للامان ان اخش كلية ياباني اصلا. انا كنت عايزة اتجارة انجليش اساسا. لحد اخر لحظة انا كنت بدور اصلا. يعني كنت راحة جامعة القاهرة عشان اشوف تجارة انجليش. بعدين عرفت بالصدفة بالصدفة ان فيه ياباني في اداب. وده كانت اجهار ليا. يعني ايه فيه اصلا لغات في اداب. بس فبصراحة لزنقني مجموعي. لحد ما قلت ايه ده تم لو جايلي اوبشن ان انا اخش تجارة انجليش ولا اداب ياباني. انا كنت حباة من الاول وكده بسبب الانيميات. بس فنقدر نقول ان السبب اللي خلاني وفقت اخش ياباني. ان انا فعلا كنت متفرج على الكارتونات والانيمي من بدري وكنت حبا الموضوع جدا ياه. ومش لواحدك على سبيستون. يعني طريبا الكرة الارضية كلها كنت متفرج على سبيستون. بس هو الفكرة بقى اللي فكر فيها بعد كده. يعني فكرة اللي انت حبيتي بقى تشوف ايه الحاجات بعد كده قدام دي كانت هيه الحاجة اللي خليتك بعد كده تكملي في المجال يعني. ايه مش كلا ان اللي بيفكر في الكليات مثلا بيفكر هو انا هخش هشتغل ايه. بس انا لحد دلوقتي مش عارفة انا مفروض اكبر اشتغل ايه. يعني انا معاك وانستا مش عارفة في جده اكبر اشتغل ايه. بس اه كان كل اللي فرق معايا ان انا عندي استعداد اقوض اربع سنين اربع سنين ادرس في الحاجة دي. عشان كنت حباها يعني. يعني عملا ببنخش والموضوع يبقى تخصصك مية في المية ويخش في درجات وحاجات ما بيبقاش كله فرفان. بس انا كنت عارفة من الاول انه مش هيبقى فرفان. حسيت برضو انه كان عندي استعداد اما بقاش فرفان عادي. بس اكيد هيبقى في نهاية ان شاء الله سعيدة. ان شاء الله. بس. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بقى عشان يعني كمية الاسئلة اللي جت على المستقل. قلت لي انت عدو تقول لي مش هجيب ريتشو بتاع. انا كنت بقى الناس نايمة دلوقتي يعني. يعني اعتبر جايب لمقارنة احنا منزلينه قبل البودكاست بساعة او بقول بعشر دقائق لو احنا لو احنا منزلينه يعني لو كنا بدأنا في المعادة الصح يعني. وجاي لنا حبة اسئالة يعتبروا كويسين. فهنا هناخد مرة سؤال من الانستجرام. طبعا الانستجرام يا جماعة في ريل كده نازلة اللي عاوزي وهو روح لقول لي حد اسئلته هناك. حد اسئلته في كده 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 هنقرأ كل حاجة. فناخد سؤال مثلا من. بطه الله حسني يقولك اي افضل اانيمي شفتيه في حياتك. دا صعبة. لان في كدا كدا تصنيف. جماعة انت عارفين الكلام دهonge بس انت مسررين تصعبوه علىي. بس ممكن اقول طيب اكتر تصنيف بحبه والانومي بتاعه عشان بجد صعب يعني في الرياضي التصنيفات الرياضية انا ما حبيتش بصراحة غير هايكيو مش عارفة حب حاجة تانية غير هايكيو اصلا التصنيف الشونن ممكن نقول هانتر كوناروتو مش عارفة بقى تاكن تاكن تايتن يحتسب ايه بس بحب تاكن تاكن تايتن بصوا لأ خلاص انا بحب تاكن تاكن تايتن نفتع هينفخونا دلو هم غالبا فلشات و هي عشان بنا بس انا عندي اسباب والله انا مش بهب تمام ده كان سؤال احنا عكلة شوها هنجي للاسا Milita هنجاوب على كله ايه مش كتير مش كتير مس اس placement بحتاج اجابات يعني تمام اااااااا بالوقتي انت درست اللغة اللي بزي ما قلنا فلغة اللغة اللي بنية وكان السهبة بالنسبabile هوا احوار ايه سباي ستون واكذا هل لما درست اللغة اليابانية قرأت أكتر عن الثقافة اليابانية نفسها أو الكالتشر بتاع اليابان نفسها وهل دي زودت يعني أني أنت حبيت اللغة أكتر أو حبيت مثلا كيبوب أكتر بعدها ولا بس مكرت سبيستون وخلص أنا فعلا لما دخلت درستي ياباني هو إحنا في قص مينة إحنا اللي هو ترجمة القصوصية هو إحنا نازم ندرس ثقافة علشان مهمة قوي مش أنك تتكلم وخلص إحنا لازم تبقى فاهم عقلية اللي بتتكلم معاه فبدأت أحسى قد إيه فعلا في يعني ثقافتنا وثقافتهم هم عكس بعض تماما فإحنا كنا محتاجين نقطة التقاء الثقافة العكسة تماما في حاجات كتير يعني إحنا ممكن نقعد نرغي كل حرفان عن الحوار ده بس أحاول أقول لك الفكريات يعني مثلا ما كنتش أعرف أن مفروض إن إحنا فريندلي دي حاجة غريبة عليهم إن إحنا ناس يعني بتحب الدحك والفرفشة وإن أنا ممكن أبقى قاعدة جنب واحدة ما عرفهاش مثلا في الموصلات ورغي معاها بينبهروا جدا لو أنت إزاي إيه ده وما عندهم البرايفسي دي حاجة عليه جدا بيقدسوا حور البرايفسي لايب ده أو إيه عندهم بالضبط لو حضرتك إحنا في مصر دي حياتنا لات أكدت منه أنا مش عارة تعيش من غير ما أتواصل بالطريقة العشوائية جدا دي لات أكدت منه بالدعمل هنا أصلا لما تعاملت في الجامعة والناس لأن في ناس هنا طبعا السيوين كثير منهم يابانين ومنهم صنين هم بيقدسوا حورة أني لما ديجي تخش له ميفاش تخش له وتأكده جنبه وتحكي له قصة حياتك كلها وتقول له وتيجي تبتحينه المرة الجاية فالموضوع ما بيحبوش كده هم بيحبوا له بالراحة إيزي تب بس تب وحتى نوع هزارنا مش زي هزارهم خالص هزارنا إحنا كله ساركاستيك أو بنسخر من بعض نتنمر ساعت على بعض هم عندهم ما فيش الكلام ده يعني دي كان بسم الله الرحمن الرحيم طيب أول تواصل بالنسبة لي مش هعرف مش هعرف أنكوش في حد كده فمهم نبقى عارفين هم بالنسبة لهم حدودهم فين وآخرهم فين يعني ما سألش عن السن والدين لأنهم أصلا يعني الدين ده بالنسبة لهم حساسة قوي فراح أقول له إيه ده أنت ديانتك إيه ده أنت ما عندكش دين فقال له ما فيش خلاص مش هكاعد مش هتعمل معي هو بيحس كده بس فعرفنا بقى حاجات كتير قوي في ثقافتهم يعني يا علاقة بكده نميل تمام ناخد بقى برضو أسئلة من هنا آآ سؤال من معز تقريبا آآ وطيبا حاجة أعتقد حاجة طبعا متحانات اليابان اللي كنت تنزل عليها في الانستجروم أوكي آآ بيقولك خطي إني ثري ولا إني تو آآ هقولك الأول إيه الحاجة دي ما براكش روكي حاجة زي الطويف اللي عندنا في اليابان آآ اسمها جيل بتين تحاني يعني اختبار قدرات اختبار قدرات اللغة اليابانية آآ فهو ليه مستويات أقل حاجة إن خمسة وأعلى حاجة إن واحد فهو بيسألني أنا خدت إن ثلاثة ولا إن اتنين صح؟ آآ آآ أنا آخر حاجة متحانتها إن يعني وقفت نجحت في إن ثلاثة ودخلت إن اتنين السنة اللي قبل اللي فاتت آآ وكنت مذكرة له جداً وفي الآخر ما نجحتش على 4 ضربات فالمرة اللي بعدها اللي هي السنة اللي فاتت دي عطول شهر 12 آآ دخلت امتحنه عشان أقابل صحابي بصراحة ما كنتش مذكرة وكنت بس طعبة فأكيد ما نجحتش واحتمال السنة الجاية أقابل عشان صحابي برضو كالسلة ذكر له مش هكذب عليك تمام آآ في سؤال برضو تاني من فرح آآ كل سنة ونطيبين ومضان كريم عليكم عندي سؤال أبدأ إزاي بتعلم اللي بني بشكل صحيح لإني تايها شوية حاسة إني مش عارفة أتعامل معه العلم إني لست بجنر كي هو أنا ممكن أجاوب على كده سؤال فرح وعلى أمة الإله إلا الله اللي عندي بالمرة والله العظيم بفتح ال direct messages كده اللي هو بقولك عايز أتعلم يديني فأنا هقولك ودلوقتي هو في كذا شرق يعني أنت عايز تتعلمه self study ولا عايز تتعلمه for fun وعايز تتعلمه عشان عايز تشتغل بي فالإجابة دي بتختلف على كل حاجة بخير أنا نمشي بالترتيب لو أنت تتعلم لوحدك خالص for fun يعني مش لازم توصل للفل advanced خالص أنت بيت have fun يعني في بسم الله الرحيم يا إما تاخد كورس عادي ودي أكتر سكة سليمة يا إما لو لوحدك بتبدأ بالهيراجانا والكتاكانا الحروف يعني بتبدأ بحروف الياباني ودول بتجيبهم يا إما من على أي أبليكيشن بجد دولينجو أو أي أبليكيشن بيعلم حروف حتى لو جبت سلسلة الحروف كده على اليوتيوب كل حاجة موجودة يعني لو دورت وكتبتوا كده فور بيجينرز هيجيلك ماتيريالز كتير قوي وبراحتكو أنا مش عايز أقول حاجة معاين عشان ما تتأيدوش بعد ما بتحفظوهم مش لازم تخشوا على الكنجي على طول اللي رموز اللي شكلها عام زي السيني الرخ ما الحيوانة دي بتتعلم جرامر واحدة واحدة منين بقى؟ من كتاب اسمه ميننا نوني هونجو اسمه كده ميننا نوني هونجو وانا والله يقيل الكلام ده كله عندي بس الله يسمحكم ممكن تكتبوا على جوجل ميننا نوني هونجو PDF download مثلا نزلوه من اي حتة وبتمشوا بالترتيب واحدة واحدة هو بيبقى فيه جرامر وكلمات ومحادثات وفيه كتاب الحل بتاعه برضو بيبقى فيه كل حاجة انت بتمشي بالترتيب وهو بيفهمك الجرامر مع علامة ان فيه ناس اول اللي بتاخد اول اربعة دروس بالزبط وبيحسوا ان هو تمام شكرا انا هخليني مع الانيمي ومفيش حد بيتعلم ياباني من الانيمي الا الا اذا كان واخده كمصدر بس انه يمارس اللغة انه يسمعها يعني عشان يلقط كلمة يلقط جملة وهكذا لكن مش هينفع حد ما عندوش اي خلفية خالص على الياباني قاعد بيتفرج 24 ساعة بس على الانيمي وكده هيتعلم الا اذا كان استعبك سريع جدا وبتقلت لكن صعبه اوي استرحا جميل يبقى اي حد عندو حرف يعني سؤال في حار الياباني اعتقد كده كفاية. انا انا والله بس كنفسي لحاجات ثانية بس فالصت يدك كفاية عشان بتلوضه. تمام. اااااا. اوكي نرجع بقى لاسئالاتنا احنا. ااااا. طبعا بعيد عن الياباني. هو في حاجة التي كنت بتعمل. مش حايفة انت وقفتت وقفت شوية بسبب هوارس الصوت والتعب وكذا. اوكي. وهو تقليد الاصوات. ااا ازاي دخلت في مجال تقليد الاصوات? اااا وايه احسن? يعني انت طبعا عملت حاجات كتير ايه احسن حاجة حسيت ان ايه احسن حاجة انت عملتها كانت تعليد اصوات او هكذا وغيرده هو الموضوع جي صدفة جدا جدا انا كنت فرحانة بالتيك توك عشان كنت جايبها الموبايل جدي اصلا يا وضحيتيك كنت فرحانة بالموبايل فانا شغالها تيك توك سيانة اصلا اللي كان واخد باله شوية انا كنت بعمل حاجات ملهاش علاقة بمحتوى اسيصا حاجات عادي بقلد يعني مش عارفة انا كنت من قبل ما اخش الكلية اصلا او انا في الكلية كنت بحب اقلد عمتا يعني حتى المدرسين بتوعنا صحابي اي حاجة انا بحب عمتا كنت اتنمر كده يعني مع صحابي فهي جات صدفة ان انا كنت بقلد الكاريبترز فقلت اعمل ده لما جالي كومنت وحد طلب مني اني طالما بتكلم ياباني او بادرس ياباني تمت قلد وسمو ده زي فقمت عملته فانا انا من الناس اللي هي ايه كانت عملته عليها جامعة تاني يوم فقعت تذاكر وصحيت لقيت الفيوز دربت فبدأ يبقى فيه كومنس اللي بعدها تمت قلد ناريتو تمت قلد حين اتطمت قلدي كذا فبقيت اعمل بقى كاتيجوريز كده يعني ناريتو اجيب كل الكاريكترز اللي فيه اللي عارف قلدهم واحاول كنت بعمل ده ازاي هو كنت بجيب اللاينز يعني كده كده الحمد لله لو جبت سينزة عادية هعرف اطلع اللاينز بتاعته عشان يعني بسمع بعرف اقول كنت بقررها وراهم لحد ما حسنا على قد ما قدر جايبها لتون وبعملوا في الفيديو بس بعدين بجمعهم كلهم وانزلهم وهكذا بقى والناس تطلبوا كده لكن ما كانش الموضوع مخطط خالص تمام اكتر حاجة اعجبتني اكتر فيديو كنت حسى اني عملته يعني اورادي عن انا كنت حسى بتاع اتاكن تايتن شوية شوية بتاع اتاكن تايتن وهنامل القطاري في الكومنس تاني والله وبتاع وبتاع له فيه وبتاع له فيه عشان كنت مرتاحة فيه تمام في حد هو حد انت عرفاء كده تمام بيهزر في الكومنس ما اعرف هو كريم اوكي كريم الخطي يقولك بتشرب ايه عشان صوتك تحسن يا نجمة والله العظيم كوباية جنبه نعنيها نعنيها تمام نعنيها وينسونه اي حاجة دافية والله مياه دافية حتى اي حاجة تمام جميل فيه سؤال برضو من احمد الشفعي تقريبا اوكي وبقول السؤال فانتازياء وشوية بس لو كان عندك الابلت انك تختار الزمن اللي تعيش فيه تختار انه زمن في الانيمي او محددش انه زمن عارفيني الزمن بتاع الايس ووتش والبلاك بيري والطرح الفسفوري ده صراحا انا بحب الفترة دي بحبها يعني انا بحب الفترة دي كت فترة كرنج فاحلو وعشان كرنج ولا عشان حلو عشان عشان كلنا كنا بنعمل حاجات ساسجا براحتنا يعني وكنت انا عارف انا فترة دي انا انه ما كانش مع لما كانش مع بلاك باري فيروح نزل بي بي ام اي واي ويعمل مش عارف ايه ويحط ويروح ويروح يشارع على الانستجرام يا جماعة دزما بي بي ام تكتب لي انا بحب الفترة استاذ جدي معنا كنت من نسلك وبينازل بي ام فانعرف واصك انا كنت بحب واصك برضو فانعرف الموضوع يعني الفترة ربنا مانع الانيمي الصراحة مش عارفة الانيمي مش عارفة بصراحة لا مفكرتش فيها قبل كده ممكن نارتو انا كنت بحب فترة نارتو دي يعني يعيش في عالم نارتو او او يعني انا ليا بقى حضراتي ونينجاهاتي اللي جايف بلي حاجة واحدة بس طيلي لو هبقى نينجا هبقى عاملة ازاي ومش قادرة اتوصل للحوار ده بس اكيده يبقى حاجة فيها جزر يعني الابلت انها ازاي ما عارفش بقى تمام جزر بيتفجر اي حاجة فيه سؤال برضو بيقول ايه اكتر خمس ابطال عجبوك عجبوني القدراتهم ولا انا بقراش عليهم عشان تفرق بعد والله الاثنين لو حب اقولك اقولك هو انا بحب جوجه وستره عشان هو كده كده جامد يعني هو نزي حاجة على جمده وكده كده جامد بس عشان هو كمان اموره عصول وبحب كيلوه عشان هو يعني كول كول في نفسه ويعتمد عليه كده وكنت بحب علاقته قوي بجوند وبحب كينتاشو يو اللي هو بتاع هايكيو عشان هو اكت قوي برده وبحب كنت بحب ايروين عشان هو كان قائد كده يعني كنت بحب قراراته وبحب تفكيره والحاجات ذلك تقريب اه كنت بحب سايكوباس سايكوباس كان فيه واحد كده الحمد لله انسيت اسمه يعني اللي هو البطل التاني على طول اللي هي كانت دايما اقانية سموري هي اللي بتدار عليه هو ده كنت بحبه برده ان شاء الله يبقوا فاكرين وبحب اوكابيرينتر برده بتاع اشتاينس جيت انا مش عارفها عشان بتفرجش الانمي طبيعي انا اخوي هو اللي بيحاول يعني يقنعني كل يوم تقريبا انا بتفرج الانمي يا رب طب مش حاسس انه بعد كل الانمتات دي وبعد كل الاصدفات دي انك عايز تتفرج اش هتصب عليك لا مش مضع بخصب اي اخويا خلاص هيسجني لو متفرجتش يعني فأنا انا بحاول ابدأ بحاول ابدأ بس هابدأ يعني فترة جاية حاول ابدأ الناس تفترح لي بس الكمنس انه انامي اكترحولي يا جماعة اي انامي اكترحولي فيه واكيد في اناميس كتير يعني بس الحاجة اللي حاله كنتفرجت علي فعلا بعد سبيستون اللي هو كان القناص اللي هو هانتر هانتر طبعا ده انا شفته حتى بعد سبيستون انا فرجت علي بعد كده كان امي يعني انما بعد كده ما فرجتش الحاجة تاني انت محتاج اميات قصيرة بس عشان تطمن ان مش لازم يبقى العدد الربية اكيد مش اخش بالحاجات انت مقال في حلقة اكيد يعني اصده وان بيس لأ يعني معلش هعمل خانية تاني تمام برضو نتكلم بقى في حاجة المجال بقى برضو لانت بتحبيه ومجال الكيبوب الكيبوب طبعا لهم حبينه في مصر ولهم كارهينه في مصر وفيه لهم الناس اللي هما بيحسو كرينش انا بصراحة لهم مش فارع معايا طبعا انا بس مع الناس اللي بي اصلا بيغانوا كيبوب عادي بس في نفس الوقت يعني ما بحبش بعض انواع الفانس بتوع الكيبوب فبعيدا عن الكلام ده كله يعني انت ايه احسن يعني ايه اكتر حاجة اكتر اغاني بتحبيها كيبوب وايه اللي خلاكي تسمعي كيبوب اكتر هل برضو دخولك في مجال الانمي والياباني هل برضو ساب دخولك الكيبوب ولا لكان حاجة تانية خالص كاغاني اه هو انا كنت من الجيل اللي بيتفرج على المسلسلات الكوري اه على ام بي سي فور او ام بي سي تو تقريبا اشفكر كنت بتيجي على ايه لان نصرا على المسلسلات القديمة اللي هو الورا سابقة وفي ناس لو بتتفرج من يعني شايفاننا كنت من الناس القديمة دي فانا كنت بالتوازي مع الانمي انا كنت بتفرج على دراما كوري بس جات فترة بطلت دراما كوري ودست في الأنمي قوي فبصراحة هو الأنمي للطب النسبالي أو الحاجات اليابانية هي للطب النسبالي بعدين ييجي بعدها الكوري فمن المسلسلات الكوري بقيت أسمع الأغانية اللي بتبقى شغالة مع الدراما فكنت بسمعها وطبعا أسمع عن الفرق الكورية فأنا كنت مقفولة أني أسمع بسبب الفانزورد فبصراحة الصحابي ترسبوني واحدة واحدة كده وشرحوا لي للدنيا وفهمت كل حاجة وبقيت أتفرج وطبعا أول فرقة أشهرهم ليه بيتياس فأنا الأول كنت مش عايزة أقول أصلا أن أنا بسمع ولا بتفرج فأنا كنت في صمت كده لحد ما بصراحة بصراحة بأمانة ربنا فهمت هما ليه تحبوا يعني أن أنا ترسبت أخويا بعدها بقى دي بقى أن أنا كنت فهمت الخناقة والعركة بتاعت الناس على إيه أنا فهمة الناس شايفة ليه فيه كرنج في الموضوع بصوا فعلا بسبب الناس مش بسبب حاجة تاني اللي بيتحجبوا بقى أنه هما فرقة مش تمام أو الحاجات دي مش ليبتي أس بس أصلا بالضبط يعني في آنمي أساسة مش حتى آنمي كمان أي حد اللي هما الستنز بتقو بالضبط يعني حتى كرة كورة كل حاجة ليها الستنز بتاعها بس الفكرة بس في المبالغة يعني اللي بيخش يبالغ على طول في أنه بيشجع الشخص ده أنا في فقط طبعا أنا مدمن أنه أنا بسمع راب عرفين بليست كلها بتاعت راب أنا كنت فترة كده كنت مدمن أنه أنا بسمع أمنم وكان أي حاجة بسمعها له كنت بنزع على الفيس وبنزع البتاع لحد ما الناس بدي تحس أنه أنا بقيت كرنج في الموضوع ده فابتديت أخف شوية في الموضوع في المجال ده بسمع أمنم على فكرة لحد دلوقتي وطيبا هو أعلى أرتست أصلا بسمعه برضو بس ما بقيتش أبالغ لأن أنا حاس أنه أنا ببالغ لما بتكلم بس يدي الفكرة هو الموضوع كله بس المبالغة يعني بحس المبالغة في في الفان تشيرينج لل الباند أو للشخص اللي بيغاني هي الموضوع يعني بالضبط يعني عشان كده حتى والله أي حد بيحب الأنمي أو الكيبوب أو الحاجات ذي لما بيأغور قوي في الحب بتاعها مش إنه إحنا بنقول لك حبها يعني ما تحبهاش أو لا أعمل اللي أنت عايزه بس ما تبقاش جزء من شخصيتك يعني بتفرق قوي في ناس بجد مصدقة اللي بيعملوه ويقعد قاعدة إيل كده ويكون زي إيل في ديس نوت وحاجات كده اللي هو إياسطة فوق فوق إذا أنت مش في أنمي إنت شخصيتك عادي إياسطة فيه إيه فهي الأفورة فعلا هي المشكلة سواء في الكيبوب أو كده بس طبعا هو في مصر أي حاجة جديدة بتخش بتبقى كرينج معروفة يعني الأنمي أو كده ما كانش موضوع منتشر فأي حد كمصري هيسمع عن أي حاجة جديدة بره بره نطاق حدود تفكيره فهيحس إن هي حاجة غريبة فأنا متقبلة إن إحنا هنتفهم كده بس برضو بلقي اللوم على حبة فانز بس مش مشكلة هو بس اللي حبيبني في بيتي أس هو كده كده خلينا متفقين إن في ناس كتير أو يصوتها حلو أنا بس كنت بحب في الفرق الكورية عمتا أو في الكيبوب اندوستري عمتا إن هم فعلا بيكتهدوا ومدين كل حاجة يعني في تدريب لكل حاجة حرفيا وفي حدود وفي احترام خصوصيات وفي في حاجات كتير حلوة بناخدها من الموضوع أي حاجة تانية مش حلوة موجودة في أي حتة سواء أنمي أو كيبوب هو أنت اللي بتختاري أنت عايز تشوف الحاجة الحلوة ولا لأ فأنا عن نفسي خدت الحاجة الحلوة من دي بس فده اللي شدني للكيبوب يعني وستايل أغانيهم جديدة علي فكنت حبيته تمام نشوف الجماهير العريضة لا مش قوي منهم يعني أربعة صحاب يا سيد في حد بيس بيقول إيه أنمي حماسي نقدر نشوفه في رمضان أوكي في رمضان دي هو أهم حاجة في رمضان أنا عارف مئة الأنمي عموما يعني يعني محدش 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 فرج على تشين سومان مثلا ده لا في رمضان ولا في عيد والله العظيم ولا في عيد ولا في عيد والله ممكن إن شاء الله ما يكونش كان فيها أي حاجة يعني وتنفع في رمضان كان سايكوباث أنا كنت بحق يعني كان عجبني قوي وحماسي والأأمن إننا نخلينا في الأنيميات الرياضية يعني هاي كيو ده أنا ما كنتش مقتنى إن أنا أحب أنمي رياضي أصلا بس بصراحة طحفة أنا يعني ما قدرتش موقفوش وفيه برضو بروميست نيفر لند لو ما شفتوش ده حلو جدا إن شاء الله دول يبقوا حلوين تمام من نفس الشخص برضو إيه الحاجات بتحب تعمليها في رمضان هو أنا بث إن عزلت أسبوع كده عشان من وسوتي يهدع شوية ويخف وعشان أرتاح فأنا غالبا بفضل قاعدة في البيت وبلعب جنشين إمباكت دي لعبة نحن نخلص وأروح ألعبها فهي أنا بقالي فترة كده عجباني وبحبها وبلعبها بس لأول كنت بشوف أنميات أو أقرأ روايات بس حاليا طبعا غير العبادات كأنشطة يعني غير العبادات أو الحاجات دي هي جنشين أو إني أقابل صحاب يعني موضوع الجيمينج ثابت عند الكل للفترة دي مش عارفة في إيه والله أنا مليش في الجيمينج حتى أصلا لا عادي أنا نفس أنا بلعب طول الوقت أصلا حتى في الجامعة لأنا فيها دي أنا بلعب فيفر أوه أوه بلعبها طبعا على وبلعب أكتر حاجة بلعبها كالف دوتي كالف دوتي زي يعني مش زي جنشين مش حول زي جنشين عشان مظلمش جنشين تمام بس يا كالف دوتي فرس بيرس بيرس شوتين جيم هدفها أن أنا بلعب وانزل مع أسلحة ويعيش حياتي وبرضو يعني باتل رويل وكل حاجة بس هي حاجة أعنف شوية أكيد بنجنشن أكيد طبعا أنا من صحابي فمش عارف هي كالف دوتي دي لعب أنا بعلعبها بلعبها بلعبت كم؟ بقى لي 12 سنة يعني أنت كده عارف الفرجن القديمة اللي كتعال فيه في ويندوز واحد أنا لعبت كل نص كالف دوتي تعريبا يعني مع هذا الحاجات اللي كان فيها عكف النص أنا ما غير كده لعبت الحاجات يعني منهم لعبة أكيد دي الناس اللي تتفرج اللي موجودين لعبة كلف ديوتي وعارفينها أكيد عارفين مودرن وفيرتو مودرن وفيرتو دي كانت لعبة نزلت تقريبا 2009 أنا ما لابتاش ساعة لما نزلت طبعا لابتاها لما عرفت اللعبة 2011 مودرن وفيرتو دي اللي لعبها لعب القصة بتاعتها عنده تعب في نفسيته وأعصابه لما بيجبر وعنده دايما مشكلة في السقة توكيد عارفين ليه هاببعات لك فيديو اللي مش في مشكلة في السقة اوه يا ريت والله عايزة أشوفها وفي نسبة تقولي الزومبي موب بتاعها صعب الزومبي ده بيقف بلاك أوبس مهمة أكتر من حاجة في مودرن وفير وفي بلاك أوبس بلاك أوبس اللي فيها الزومبي حاجات كتير كده هاببقى نتكلم عليها بعدين عشان ما نتكلمش فيها في الستريب هاببعات لك يعني آآ تمام آآ في سؤال جميل قوي ده أنا كنت أحطه يعني من الأسئلة اللي حضرت آآ دلوقتي انت مثلا ما بتفكري أعيام ما كنت تعملي حوار الـ Voice Impression أو الـ Impressionator آآ انت مثلا بتفكري زي بتمشيها إزاي إيه الـ Process اللي بتمشيها لما مثلا بتفكري ان انت تعمل إيه Impression جديد إيه الـ Process اللي بتمشيها عشان تختاري الشخصية بتاخد وقت قد إيه بتزبطيها إزاي بتأكد ان الفيديو ده طالع Perfect ولا لا أو هكذا الـ Process ماشي إزاي هل مثلا لا أنا عجبني شخص هل راح عمل هل راح على الضوء خلص ولا بتمشيها بطريقة تانية آآ هي فعلا بيبقى ليها Process كده بس هي Process دي تعملت من غير قصد برد آآ هو أنا بتأكد الأول إن الشخصية دي آآ الجاية يعني أنا صوتي جايبها أو على الأقل يعني اللي أخذ باله ويبقى فاهم إن أنا بعمل مين ما يبقاش الصوت بعيد قوي عني فدي أول حاجة تانية حاجة يعني بختار بصراحة الكاركترز اللي بتكون آآ عرفاها أكتر آآ بس لو لقيت صوتي جايبها بعملها حتى لو مش عرفاها يعني أنا حتى ما كنتش إسا بدأت One Piece وكنت بعمل لوفي أنا ما كنتشفت One Piece خالص غير على Space Tool فمسمعتش صوته الحقيقي كنت أو مرة أسمعه فأول ما بختار الكاركتر أيوه يعني بسارش على اليوتيوب مثلا أو أحاول أدور على أي فيديوز آآ آآ كاتفاني لي أو كوميديا لي أو اللاينز المشهورة لي علشان يعني الناس تبقى مستمتعة أكتر يعني أكيد عارفة اللاين اللي بيتقال حتى لو مش حفظه بس هي فكرة اللاين اللي بيتقال عمتت آآ بس وبحاول زي ما قلت لك أعيد وراه ولو حاست أن أنا مثلا الياباني عايز أتأكد منه أو حاجة دي بتبقى رقم واحد علشان في ناس عندي بيدرشوا الياباني ومشافوش أنمي ممكن يسيبوا الفيديو كله ولا التقليد ولا أي حاجة ويعلقوا أن آآ في حرف غلط في نط مش عارفت إيه ده مش في الياباني بس بس لحباني من الكميون انتين تهين الاتنين ده مش في الياباني بس آآ بحاول حتى من الناس اللي كانت نفسها يبقى فيه لينز يعني يبقوا نفسهم يفهموا اللي بيتقال بكتبوا بالحروف الإنجليش عشان اللي ستعرفت القراء والترجمة بتاعته بكتبوا على الفيديو برضو علشان اللي حابب يقلد آآ بدالي مثلا أو بعدين يبقى عندوا اللاين آهو جاهزوا بالترجم وموجود كل حاجة بس وبعد ما بعمله بكتب عليه زي ما قلتلك اللاينز وبجمعهم مع بعض وينزلوا جميل آآ طبعا أحمد خطاب الحمد لله شكرا وبيدعب كله في ديوتي وأعرف الموضوع آآ في حد سائل في الكومنز بقولك what is your biggest stream آآ آآ كلنا عندنا أحلام وطموحات آآ يعني هو سؤال ده لو تسأل لي من سنة مثلا أو سنتين كنت هقولي أني عايز أروح اليابان يعني ده كان كان حلم من أحلامي في صراحة بس دلوتي بقيت أحس أن مش بالمروح لليابان يعني هو بأن أنت راضي عن اللي أنت فيه ولا لأ موضوع كبير قوي بس أيها أبقى مستقرة مثلا أصلا ما عنديش حلم كبير أبقى مستقرة عمتا كوظيفة وكرتم حياة وممكن أقول أن أنا يبقى عندي الابلتي أن أنا أسافر كذا حتة ما عرفش أغنية الأول بعين أسافر ولا بيسافروا الأول ولا إيه اللي بيحصل مش عارف لو حد في الكومنس يعني يارف يقولي إزاي أسافر يعني وش أزاي يبقى غنية يقولي يعني بس إن جران الأطنطة طبعا بحب التنطيق أسافر يعني جميل آآ والله هو السفر ده هو أين عم تعبني نفسيا أن أنا استفرت الفترة دي بس هو تجربة جديدة يعني إلا أنا فيه دوقتي متجربة جديدة يعني بعيدا طبعا الأنصرية اللي بتقابلنا كل شوية بس دي المصر دي أصلا الأنصرية دي بيتك إيه في مصر بس الأنصرية مختلفة اللي هو لما بتكي توقف جم بحد بتتكلم عربي بيه بعد عنك بيقرب منك بيه بتتكلم كده طبعا أنت واحد عربي بقى أنت انتفاها ما طبعا عشان ما قولش عشان الله ما يقفالش بس يعني الموضوع هو تجربة أنت باج تعلمي يعني شوفي تجارة وناس تانية يعني بشوف ناس يبنيين ما عندي في الجامعة وعندي ناس يبنيين كتير بقابلهم منهم حد عندنا أصلا في الدفع معايا في تعالهم ساكفات جديدة وكده تمام بس بس يمكن حد لسا كاتب بقولك عنصرية الغرب ليفل تاني خالص غيرنا فعلا ليفل تاني عنصرية بتاعتنا بتبقى على سبيل ساعات من الواحد يقولك يتعنصر ويعمل كل حاجة وحشة فكيقولك أنا كنت بهزر على فكرة بتاول فيها إنما هنا لا هنا ما بيهزرش هنا لما يتعنصر بيتعنصر يعني هو آخر موقف كنت عاقب أحكيلك برضو بعد البودكاست موقف كده حصل يعني أنا في السبب موقف بقيت شروح تاني عشان ما مش نقصة معايا مهم نرجع تاني دلوقتي يعني هو خلص ما فضلش إسئلة كتير بالنسبة لي إزداد تقدر يتعمل لي بالانس بين إن أنت طبعا عندك حوار أكيد طبعا عندك حياتك الشخصية وعندك الحال فيها شغلة أو أيا كان الدنيا ماشي إزداد أكيد في عيات بالطريقة دي وفيه برضو لفل لغة الأنمي والكيبوب وهكذا وإزاي بتعملي بالانس بين الاتنين وهل حيات الأنمي أو الكيبوب أو بمانا صح الحاجة التي تفاجأ لها أو تستمتع بها أو تقدريها سواء برضو بلغة الليبانية هل ساعات بتدي يعني مثلا ممكن تأثر على الحياة العمالين بتاعتك أو بتاعتك حب أكد دابة قوي لو قلت لك بص اكتب ورايا أنا عندي طرق أعرف بها حياتي وأنا من زمان بعمل الحلقة يعني هو أنا لحد دلوقتي بحاول أتعلم إيه أحلى طريقة فعلا أحاول بها بس علم أتعلم ده اللي بعمله دلوقتي إن أنا أحاول أحافظ على صحتي النفسية نذي تفرق وما كونش عارف تفرق علشان إنت لو مش كويس يبقى إنت هتطلع تضحك عن نفس مثلا في كونتنت أو حاجة إن إنت مش كويس طال يعمل فيها كويس ولا هينفع طلع طول الوقت أقول لهم أنا مش كويس أو حاجات نيجاتف ويرجل فتح يفك عليه نفسه تفتح تقول إنت مش كويس لأ فبحاول على قد مادر أبالنس فعلا يعني قادرة تمام أوكي مش قادرة هاخد مساحتي بس أنا فعلا مش عارفة طريقة كحبي للآنمي والكيبوب والحاجات دي هو فكرة أني يعني بشارك الناس الحاجة اللي بحبها في حد ذاتها حاجة حلوة يعني مش مؤثرة على حياتي بطريقة معينة بس هي مخلياني مبسوطة وأنا بشارك ناس كتير وبقابل ناس كتير بعقليات مختلفة في الحاجة اللي بحبها وبوسع مدارك أفكاري واشوف قراء والحاجات دي كلها لكن كتأثير معين ما اعتقدش فيه تأثير أكبر من أن هي خليتني أخش كلية وأن المحتوى بقى كده يعني بس مش تأثير شخصي على شخصيتي يعني تمام بس ما شوف بيها سئلة في الانستجرام تاني ولا لأ ما فيش على مهلكات كده تمام بالنسبة طبعا يا جماعة اللي على اللي عايز يسأل أي حاجة يحطها أو اللي سأل وأنا ما شفتش السؤال يحطه لأنها طبعا أكيد أنا ما بشوفش كل حاجة ما بقولك شهاب حط أي حاجة أنا ما شفتهاش لأنها ممكن ما بشوفش كل حاجة يعني أنا أستنى أحاول أرجع أحاول وأنه رجع والكومنت فين تمام عبتوه في حوار الكومنت الفيس ده بس للأسف يعني الناس اختارت الفيسبوك والله هو شكرا أن أحمد الشافعة للتعمل أو بعد وانا أنا بصراحة يعني مقدر اللي عبتو ده والله thank you so much بس عايز أرجع للكومنت بتاعة شهاب ده عشان هو أنزل حاجة تقريبا تقريبا لما بتطلع بالكومنت بينزلك بالعافية لو حد بعد حاجة بياخد آخر خمس كومنت اللي كتب حاجة يحطها تاني بس أو يحط اللي هو عاوز دلوقتي ممكن نسأل سؤال من الهنا انت كنت في أول ستريم احنا قلنا ازاي نتعلم الياباني هم اللي عاد التعلم الياباني وكذا دي كطريقة يعني كبروسيس دانيا ماشية ازاي بس اللي انا هسأل لك باللوقتي ايه التبس اللي عايز تقولها للناس اللي ناوي يتعلم ياباني او ناوي يمشي في طريق اللي هو تقليل الاسوات هي هنا تبس وهنا تبس كتعليم ياباني حاجة عيش حياتك بقى انت ده ده نصائحك انت انت خلاص خلينا بالويس اكتنج الاول مبدئيا هو انا مش واخد فرصات ولا حد اساسا في الحوار ولا مش تواضع في فرق انا فعلا مش حد متخصص بس هقول التبس بس اللي فدتني انا وانا بعملها اول حاجة انت زي ما قلتلكم تتأكدوا انت الكاركتر اللي انت عايزين تقلدوه سواء اصلا في الانيمي او في ديزني او في اي حاجة لايقى على صوتك لو الصوت يعني مهم تاني حاجة الاداء بتاع الشخصية يعني ما يبقاش هو زعلين او انا عملك اني بتعجب لا في فرق قوي في الانتونيشن وانت بتتكلم وفي الاداء وبالمناسبة ده كان كذا حد علق عليه لان انا بعمل الصوت وبقدي فالناس بتقول هي بتعمل كده في الفيديو اللي هو وانا مش بعمل كده عشان ابقى كيوت حدرات الكاركتر كيوت فانا غصب عني عشان اطلع صوت الكيوت واتخيل حالة الكيوتنس بيطلع مني والعكس لو هو فيه غباوة فانا هيبان على وش الغباوة وهكذا يعني فالاداء مهم هيفرق يعني برضو مهم مخارج الالفاظ لان انت ممكن تبقى ادائك حلوة وكل حاجة حلوة بس انت صوتك مش باين انت بتاكل الكلام بطيء قوي وانت بتتكلم في حد عنده لضغة في التقليد وانت مش بتقلده وهكذا ايه تاني تقريبا زي الحكات اللي فرقت معي كتعليم ياباني بقى انا حسيت ان انا كنت محتاجة اهل نفسيا قبل ما اتحط في التعليم الياباني اني كنت عايزة حدي يقول حتى لو انت بتحب الانيمي والحاجات دي كلها فانت وقت الدراسة نفسها كتعليم الموضوع غير يعني الموضوع غير خالص لان انت ده بقى مجال عمل فمجال عمل ده محتاج بقى ان انت في دراسة اكتر وما كنتش عارف ان لغة مذاكرة لغة اصلا يعني اللي بيدرس لغة معنا هنا حتى لو مش يباني هيبقى عارف الكلام ده محتاج مذاكرة اول باول مش كتير هي اول باول دي اللي بتفرق فاحنا حتى في الاجازة كنت بذاكر وانا بتتنسى ومهم الممارسة يعني انا كنت فكرة انا بذاكر كتير طب ما بيطلع ليه ما عارف الصح هو بس اطلع مهم الممارسة فالناس بتتحجج ان انت طب انا امارس مع مين انا مريش صحاب يابانيين او مريش صحاب اسبانيين وتقفر اللغة اللي بيدرسوها مش لازم خالص انت بتتكلم مع نفسك يعني بحاول اللي بفكره في مخي بقوله بصوت عالي باللغة انا جعانة بقولها بالياباني انا بعمل دلوقتي الموعين وبعدها هعمل الغداء والله بقول الكلام ده كل في مخي بالياباني انسان يعني وده هيعود واحدة واحدة انت بتتكلم يعني بس وبرضو كنت محتاجة برضا فيه تزبزب يعني مش لازم اول ما تتخرج تشتغل في مجالك الشغلة مش تلاقي مستنيك ولا هو هيجي لك هو انت لزم تفرقوا فعلا في الاول لان انا بقول لكم اللي بعمله وانا لسه بفرق فعلا لحد الوقت وعلى ما تفرق حاول تعمل حاجة بتحبها علشان هتهون عليك حسنات يعني حتى لو انت ما وصلتش لسه للحاجة اللي مش لازم طالما انا عملت واحد اتنين ثلاثة يبقى هاخد اربعة لا مش لازم انت بتسع وربنا هو اللي عارف هيجبها لك انت بس حس اني بعيدت شوية بس قلت اقولهم يعني اكده اعتقد اي حد حاب يتعلم نسي من النصاحب بتاعتك اكيد هيمشي عليها ويزبط الدنيا انا تعود اللغة او تعلم اللغة مختلف عن تعلم هندسة اكيد يعني وهندسة صعبة عشان بس دي من غير ما تقول انا عارف انا متخرج من هندسة انا عارف انا نعم شغال فمستر زالوقتي بس انا عارف ربنا يعينك كمان ربنا يعينك جدا بقى انا قبل السؤال بتاعة بقول بحب المهتف جدا لان انا مزج للنجاح وقدوة كبيرة وبسرنا كل يوم في توهاتها او الاستور عشان اشوفها لدي ما اتعلم منها كتير هو سأل سؤال بيقول نصيحة من تجربة ماهي ووجهت نظرها ايه اهم حاجة للنجاح ان انت تبقى فاهم اصلا انت يعني ايه هو النجاح بالنسبالك لان نجاحي انا حاجة ونجاح حد تاني حاجة ونجاح عمر شخصيا بالنسباله حاجة تاني انت في وجهة نظري بصراحة النجاح لو كحياتي مفيش مفيش نجاح مفيش تعريف نجاح للكل فجأة كده وكل واحد بالنسباله حاجة فكان بالنسبالي كما هتاب ان انا ابقى معايا اعلى في اللغة اليابانية واني اسافر ياباني ويبقى معايا شغل يعلقها بالياباني وزي الفل كده واخد منه فلوس وانا حياتي كده بريفكت بس تبعا ده يعني خيالي انا اللي تعلمته فعلا ان النجاح بالنسبالي ابقى مرتاحة نفسيا وراضية ايا كان اللي بيحصل لي ايا كان هبقى نجحة في نظري انا لما احس ان انا فعلا ادري اتقبل اي حاجة بتحصل لي سواء عجباني او مش عجباني وان ربنا يبقى راضي عني اهلي مش زعلانين مني علاقتي باصحاب باصحابي كويسة الحاجات البسيطة دي بقيت احس قد ايه اللي بيعرف يعملها هو فعلا ناجح حياته فبس مش بالنسبالي خالص لو جبت جي بي ايه عالي او الحاجات دي لان اي حد هيدوس على نفسه في الحاجة يعرف يوصل لها بس لكن بحس الحاجات النفسية دي مش سهل خادص ان الانسان يوصل لها انا بحاول يعني معك وانا بنى يوصل عندي فضول والله هيبقى ايه في حياتي لسه اخر جملة دي تمام تمام بيلي نادر بيسأل بيقولك انت وصلت في الحلقة الكام من يعني ايه هو انا هشوف المية وسبعتاشر انا قربت خلص اركق انا بصت خلص فادعولي انا بتفرج بالراحة علشان ده لو خلص مني والانمي لسنا مخلص فانا هزعل كونتو مش هزعل انا هزعل كونتو فلا انا بتفرج على مهلي لحد ما يخلص ان شاء الله تمام مجد مجدي بيليك احكي لنا عن تجربة البودة عن الاهل والحياة في القاهرة ان الواحد ييشل واحده ويتحمل مسؤولية نفسه كنت هو الحوار ده مستو انه محصلش مرة واحدة الصراحة يعني جات واحدة واحدة ان يتعود سفر الواحد الاول ما بقاش قعدة توتلي الواحد في القاهرة مثلا معي عادي اخويا اخواتي او بابايا وكده مسلا بس هي الواحد بيحسه فجأة لما ييش الواحده ان ترمى من الدار للنار ويكتشف ان الماكارونا والزيت والحاجات دي ايه ده هي مش بتتلقى في الشقة هو انا اللي لازم انزل اجيبها هو الفطور في الكهرباء هو انا اللي اللي بدفعها اللي هو ايه ده ايه ده هو انا اللي لازم اخباني من الحاجات دي وانا لما اتعب اعمل انا النفسي مش الدواء اللي هجيني وانا هدروح الدكتور الواحد فأنا كنت بحس الحاجات دي الاول الانسان بيحس لا دي حاجة عادي ما ييجي اول رمضان وبقاش مع اهلي مش حوار عادي مش غولين هاجله وبعضين عادي فالتجربة بتبقى قاسية بس قاسية على اللي مش متعود وحتستمتعوا بيها بعدين لما تتعودوا عليها والمفروض يعني المفروض بصراحة ان الانسان يعرف يشيل نفسه حتى لو في بيت اهله دي بتفرق قوي يعني لو الانسان في بيت اهله اصلا مش بيشيل مسئولية نفسه مش اهله نفسه يعني تخيل كده معايا وضلايا عمر لما يروح لوحده في حتة بقى نستني حد يعمل له حكته فأكيد هيتبهدل لكن لو حد كده كده بيعرف يشيل مسئولية نفسه حتى لو عايش مع اهله مش مستقل مش هيتعب ما اعتقدش انه هيتعب التعب هو حوار الحوار البود عن الاهل ده اصلا انتو حظوكم انك تسأله ما يتاب هي برضه مرت بالتجربة وانا لسه مرت بالتجربة بقى لشهر ده طوزة بقى ده والضحية طوزة وبقى مش ومصر ومصر في بولندا في بلد آخر بلغة انا مش مجمع منها يعني السلام عليكم ومعني شكرا بصلك على حاجة تانية بصراحة بتفرق اذا انت كنت رايح البلد دي وكنت شبعان منها ثقافيا وعندك الخلفية عنها ثقافيا بشبع واللغة انت مش تحس انت غريب يعني هقولك مثال اذا رحت اليابان انا مش هحس بغربة حتى اذا في حد يعني حتى اذا مفيش حد ليه عشان واحد طفح ياباني على ثقافة فانا عارف فبعمل ايه فهم لو رحت يعني عايزة اقولك ليبيا جنبنا انا هحس بغربة فاهم قصدي فالحوار ده بحسه بيفرق شوية فانت هيعني لا 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 على خير ان شاء الله الموضوع الموضوع مش صعب اللي برضو بتقابل ناس مصريين وبتقعد معاهم طبعا هو الصعب نسبة لي لحد دلوقتي وانا عادة ده قريبا ده اول رمضان حرفين قضي من غير عائلتي خالص ايوان خالص في الاول كنت بقضي مع عائلتي طبعا دور طول الوقت بس الموضوع ده اول مرة واعد الوحدة انا واخويا فالموضوع كان الاول طبعا صعب بس بلو باب بنحاول نصبط نفسنا بعد كده والاصعب نحنا بدعمل فطار دي دي حاجة اصعب فبنتطر نعمل حاجات تقعد على تلات اربعة ايام عشان طبعا الجامعة والنزول وفي نفس الوقت ارجع على جهازة سخنة على طول بدلا ادعم الجديد والمشكلة برد ديها بقى من جديد تمام شك جيب من بره اسهل بقى لا من بلاش من بره هنا اه تلكلفة صعبة ايام هو فيت حاجات دي لا تفاصيل كتير بس امش عايز ارغي الصراع في البودكست عشان كده هنورد نرغي ساعتين زيادة بره بره ايضا احنا تمام اه ما انا سعالت السؤال ده تمام اه اللغة فعلا غضرة ولو ما تذكرتش اقول بأول بطير ولازم تمرين كتير جدا ده حد بكتاب في الكومنت ده حقيق اويت بحاول بحاول اشوف لو في اسئلة اخرى لا مهوئة كامل لدك هتابع دي دي غلط الحمد لله دي مش حاجة اه دي مش دي مش حاجة هي ديش نيمة بس في بولندا الناس بعدك كده خيات الناس تروح تعمل كوبي بيست على مش عشان اخويا اللي علي اخويا اللي ان الكلمة دي اشتيمة هنا انا عارف تمام في بقى ايه سؤال شخصية ان انا حابب اعرفه تمام ده بعيدا بقى عن البودكاست وبعيدا عن كل حاجة انا كنت قلت باول البودكاست ان اول لقاء بيني او مش اول لقاء واول مرة شوف ما حتاب اصلا كان في انيفل انيفل اللي وسلنا اللي فاتت طيب انا برضو هقولك على اسرار يعني في حوال انيفل ده انا قلت بلا ده ما كنتش حاجه اصلا ولا كنت حاجه اصور ولا كنت حاجه الامفنط من اساسه لان انا جالي كورونا قبلها اوكي تمام وقالي بقى كورونا اللي هو دور كورونا محترم تمام ايما كانت منتشرة فترة كده قبل قبل بعدها قمت بتدهي تتحرك بس كدت محدود اللي هو مش قادر انا امشي فبعدت كده قلت كان واحد صاحبه اللي كان ببعد لي اصلا اللينك أول حاجة خالص بصراحة بفكر ما روحش قال لي شدي حيلك ولو ترى حد ايه تروح تصور حاجة قليلة لان بفعلا ده هيفيدك قدام هيخليك تغيرك ممكن تغير مجالك في التصوير ده اللي حصل يعني ان انا بقى زودت مجالك بسبب اللي حصل اللي بعدك ورد بحضة الله والله كم خير وسيلة وسيلة انك نعرف بعض حتى والله ونطلع اللايك ده بالنسبة ايه لانيفل انا يوم ما روحت اانيفل اخويا طبعا هو الخبير في المجال كله الناس دي كلها وانا معرفش طبعا انا داخل ايه معرفش غير اللي بنزم اللي هو كريم كريم اللي يكلمني قال لي انت افتيجرافر معنا انا معرفش اللي هو اعرف بقى ناس تانية ومعرفش اي حد تاني خالص اخويا اول ما دخلت قال لي حاول تصور مهتاب شكرا لأ اسمه ايه بس محمد هي potrzeb شكرا نعم هو اخويا اول ما دخل اللي لازم حاول تصور ماهتاب كتير عشان دي ماهتاب ودي اشهر شخصية ومش عارف ايه وانا ما انا انا ما انا ما اعرفش تمام? طوله ماشا انا كده كده اصور اللي موجود ايه. فبدأ الشو طبعا انت طلعت على الاستجن دي وحسين سينجو يومها. ايوة. ايوة. فانا بدأت اصور الشو بدأت ازبط الدنيا. انا طبعا بصور وفيه وانا من الناس اللي همه طبعا ده حاجات تصوير بقى. انا طبعا الناس بتتولك نابس الكاميرا وتصور خمسين صورة ولا بعض. وبعد كانت يجي تشوف الصورة اللي احسن. اه لأ انا رجل بارد بامو قاعد كده واقف وصور صورة بصورة وهفتح صورة شوف هو وشهو شغال. عادي ما عنديش مشكلة. اعتاكد ان الصورة يطلع كويس. اي. فكل مرة افتح صورة لايه في صور حلوة. والصور دي اقول لي صور دي كويس. هتبقى تجيب ريتش كويس. وانا اول مرة نزل اليفنت زي كده فاعتاكد هتبقى عالية. اه وشوية كده لقيت سينجو كان جيه بقى اه بعدها بشوية قال تعال عايزك تصور انا. يوم ساعتها جيت كتلك وانتي هتبقى على الاستجبا بتريحه تقريبا ساعتها. اه اللي قال بين الكوسبليش والروح. اه ايو ايو. كانت تبريك تقريبا ايو. انا جيت بقى انا انا معرفش حد. واخويا طبعا قال لي ان انت مشهورة وانا مش عارف اي حاجة. فاللوه طبعا انا مكسوف. ومكسوف اخش اصلا ان انا افتو جرافر بنت سبعة تمانية افتو جرافر. قليت سينجو بيجلمن انا. اللوه انت اصدت صورك عجبتني. انت شفتش صور اصلا. انت مشوفتش صوري اصلا. بس بقول لا اصدت اكتر واحد مكتهد وبتصور. وانا كنت خلاص طبعا بقولك طلع من دور وجايا اصلا بس سنت بالعافي يعني الاخر اليوم. فصورتكو. ساعتها قلتلي اه هتنزلها فين? اه. هتعملها ايوه عشان انا بقى بتشل. اه. اعتقدنا انا اعتقدنا انا يعني حوار انا كفي في اكتر من حد بعتلي بقول انت حوار ان انت مش مجاتش ايش يكون ده صعب. لان الفوتوغرافر صحفان بيزلوا الناس بالصور دلوقتي. مفيش الاسلام بس اللي انه نزل صور كوسبلايرز. بس صحفان مفيش حد انزل حاجة تقريبا. جوا يعني كله بيبقى على ما يريح اصلا من الايفنت ويبعت انا ببعرف ان ده هيحصل. مش كان انا بقى مش فاكرة مين اللي صورني. فهي دي لدي لنصيبة الكبرى بقى. انا فيه ناس كتير بقعتولي بقول انت انت يعني ما احترامي انت الوحيد الايفنت بيخلص النهاردة. يومين بلايك بقيتولي الصور نزل الجماعة بكيوم اللي بحق. تقريبا بقيت لوحدة كله. الله ايه ده? ايه ده? ده بقيتها وعلى درايز كمين ايه ده? انا 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 والله طبعا انا حاسين انا مجدش ايش يكون. بس الاسف يعني الظروف هي اللي ضربت معي في الحوار ده. المهم يعني ايه انا بس عايزة سؤال. ايه كان اول بقى انت باع منك انت? تجاهنا. او. ايه ساعة انيفل? وبصي بصراحة بقى عشان ايه? انا اي حد بيقابلني اي حد بيقابلني اي حد بيقابلني اهو بيقول ان انا انسان كرنجو غريب ومعرفش هتعامل. نعم. بجد والله. انا مش عارفة في ايه بس هنا انا بتعمق اي حد اه ما بيجيش في بالي ابحث عن الحجر الغلصة. فدايما انت لقيني اي حد اتعامل معي يقول لي ايه رأيك في مشرفت الواية. اه عصولة. عصول اللي هو انت عبيطة ايه لو مش عارفة. عش عارفة كنت مبسوطة انا بتعامل هو دا اي انا ما عارفش. انا اتعامل معهم ببقى يعني ساعة حتى لما ايه ساعة الكوسبلايرز ودي مشكلة فايا ان انا بسأب اخاق بكسف اسأل الكوسبلايرز ان عادة صورك. ايه ده? انا مستوى عالي في الموضوع ده. يعني انا انا بالعافية صورت في ناس الكوسبلايرز صورتهم لان فيه دي ايه راحوا كلمهم وقلهم ده بيصور حلو وروح صورت معهم. بالذات في. بالذات في انثوميا او انثوميا بالذات تحس فيه هيبة في الكوسبلايرز جدا. ثالث يوم تالث يوم. انا فيه ناس يعني ماشيت لما اليابانين دول انا صورتهم. انا راح تتكلمتهم بلتهم انا عايز صوركم. ده انا عمد. احب احكي لك الحوار ده بعدين. الصورة بتاعتهم اين? دي ايدي اصعب حاجة اصلا. اه. 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 فيه كده. فبس انا بقى زي ما قلت لك انت ايه اول انت بقى خطي عن نسيات لما كنت اصور وقلت لك هننزل سوء على انستجرام وابعت لك درايف. او انا بطراحة بالحيطش اتعامل معك كتعامل تعامل بس ادك وتفرحانة ان انت كنت داينة عليك انك مش بتتحور علي. لو في ناس تقول ايه اه انا هبعتهم هبعتهم اهم تقلقيش بتقلقيش كل حاجة هبعتهم والله في ناس بتبلقي. وكده هو كأنهم اصلا عارفيني من حسنا يعني بس انا محاستكش بتتحور فانا كنت مبسوطة وتقريبا مش فاكر سألتك ولا لا دا كنت ساعات بغلس وقول للنايست ولا وريني الصورة فمش فاكر انا عملت معك الحركة دي ولا لا بس انت لو كنت وريني الصورة. فاني بالا او 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 ايب انت طيبا وريني الصورة صح? او 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 ايشي كون بقى انه هو كان كيرو كوس بلاي بورتي أنا ما بنتي مش فتش صورك خالص لا 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 أنا كنت خلص أنا كنت خلص عرفت يعني عرفت ستايل صورك عمتا وبص هقولك حاجة برضو أنا مش عارفة الكوسبلاير زي كده ولا لأ بس يا رب ان شاء الله كلهم يكونوا يتفقوا في كلامي هو يبين ان الكوسبلاير مش يعني كرزمة جدا ومش هيقولك صورني بس والله العظيم أنا بحيث ان أنا وقتها لما بعمل كوسبلاير وحد يقولي عايزة صورك اللي هو يا خوبة ربيض يلا جدا حتى لو معاه كاميرا موبايل عادي لو ممكن صورك الواحدي الواحدي صورني أنا الواحدي يلا مش عايز فيديو طب عادي هتشوف كده حلو أنا بحيث ان ببقى ايه أنا هايزة ساعدك فماش عارفة بقى كله ببقى كده بس لأ لأ بجد خش بقلب جامد احنا بنفرح اولا أنا بفرح انا مهيتين بتفرح معارفش بقى الباقي ايه اكيد يفرح للأسف ما صورتاش في السوم ده يا جماعة للأسف ليه بقى انا مش قلتاش اصلا انا اصلا جيت في اخر اليوم كده هو انا في حد واقع مني في حد مفروض كنت تفقى سلم عليه بقى ان دقيتك بتقولي حقك علي انا كنت اتشغلت اللي هو همر يا لهوي وانا اقول يا ربي ايه حاجة واقع مني بس والله العظيمة على بالي انت على بالي وقتها ومش يدور عني انسومني اتاني يوم بالذات انا اتهنت يعني فما تقريش دي كانت مشكلتك انا لفت لف كتير وكان عليها حاجات كتير فكنت بصورها غير طبعا انا كوسبليشول اللي اتأخر حوالي تلات ساعات تقريبا على ما بدأ يعني موضوع انسومني ده موضوع كبير لوحده ده محتاج بودكاست حلقة تانية يعني لو بس عموما يا انا جماعة انتوا اكيد عارفين ان الحلقة اللي جاية اللي جاي اللي هي بكرة 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 حلقة غدا وملك دي صارجوا عليها بكرة يوم هناخد الاربع البكرة يا اصلا بكرة التلاتسة انا حول صلص الله انا نسفوا الراحة كده هو ورقة سابعة اوروبا ده لابلي الموضوع خلص بقى عندي جمعة يوم الجمعة يا جامعة فاللوم بكرة التلاتة ايوة يوم الاربع ما عندناش حاجة خمس جمعة سبت بقى واعتقد حلقة الجمعة يا تبقى تتشاف اصلا في الليلة كلها لانا دي حلقة سراج وبكاتشان انا شخصيا متفرج انا شخصيا لازم الحلقة دي وصل على كمية رسائل تمام كمية رسائل انا هبقى طبعا مش هنتكلم ان لايف يعني هبقى بعتلك على الواطس احسن احسن جدا تمام بس وصل على كمية رسائل الحلقة دي تبقى متشافة لاسباب كتير مش لاسباب بها الناس اللي هو اي جاية يقول لها انت عارفك كويس الاسباب شوانت انت مجمعة بأي طريقة انت مجمعة الموضوع تمام لان كان عليهم كلام كتير وهنشوف هما بنفسهم بنفسهم قالوا ان هما مش يخبوا حاجة وما يتكلموا عن كل حاجة اشتجد انا اكسايتد قوي اساسا كفاية يعني اتقل اتنين والله لعظم في المجال تمام اي حد عنده اي حد سعر لأي حاجة جماعة بس انا مش عارف الكومنس بيجي لها بيجي لها شلال وبتقف في المص مش عارف اه اه التليفون وقف اه 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 سعر لأي حاجة ريجا اه 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 من الامتحانات والحاجات دي أنا شايف مصلحتك في الإنجليزي خش خش هو الإنجليزي أصلاً أول ما دخلت عمله حاجة امتحان زي بليسمين كده اللي هو أنت الليفل بتاعك إيه دخلت الامتحان جبت على ليفل فهمت داخل معه مش أطلق مش عارف عامل كده أنا مش فرق مع الإنجليزي الإنجليزي أنا ما أنا عندي جسد أصلاً من الجسد هايبو بي هاي كلامه كله إنجليزي في الحلقات يعني فمش فرق مع الإنجليزي خلص لا على حوار الكسوف ده أنا بقول لك خش بدماجك واللي يحصل يحصل بقى اه إيه ما احقك في النار وهيحصل اللي يحصل ما ما فيش مشكلة هرمي نفسي في النار وكل حاجة أو الفكرة جماعة أنا عايز أحكي لكم على موقف الظريف يعني بخصوص لا خش بدماجك واللي يحصل يحصل فيه تالت يوم تماماً تما كيتش تالت يوم صح؟ لا لا اه تكيت تاني يوم بس تالت يوم كان الكسبليرز الليبنيين جوم ولابسين بقى ومتهندمين وكوسبلاي وبتاع عشان ايه يعني يوم الWCS لازم يطلبك بأجمد كوسبلاي يبني عندهم ما بيقوا اصلا محوشينه الثالث يوم يعني الثالث يوم محوشينه الآخر يوم هما كانوا اتنين واحد كان اسمه سكاي تقريبا والتاني اللي هو اسمه على الانستجرام هوري بوتر اه ده هو ده الياباني هوري بوتر ده بقى كان واقف مع حد تقريبا كوسبلايم الامورات واحدة يعني مش فاكر اسمه باريس تقريبا حاجة زي كده ده قصة ظريفة بقى لك عشانت الموضوع الياباني ده هوري بوتر ده انا كنت بصور باريس خلصت مع باريس قلت لها خلاص تمام وليتوا بيعدي جنبها طبعا منهم الشام حاجة طبعا فقلت له ما ايه اللي تمام يعني اش اقول لي كده وكان ساعتها مفود الكوسبلايم بسفين ما كانش مع السفين كانت صور عادي فصورته كم صورة وقبل ما اصور ومتوريته شو بالصور وراته له هو اعجب او بالصور الحمد لله انا كنتم اقفوا ده احيلا وساعت فاجي ايه كده ايه انا متكلم يا باني طبعا وفاك ان انا فاهم بقى ايه وفاك ان انا فاهم فام شوال يعني انا مقرب لي كده ايه هف سورد سوكرم طلبو خلاص تمام اعيي نستور بالصيف يعني احجب السفين ورجع وصورته بالصيفين وكان السوار طلع اسعد كويس شوية كده وجات فكرة في البناغي الوقت كان بيفيب في حد كان بيفيب في الكوسبلايم وهما كانوا عاديين فجات فكرة في البناغي مع الوقت الكوسبلايم الوقت التاني اللي هو الفوت حتا الوصف الوقت يجي فيب من وراه ويطلع دخان وانا هصور الصورة فكلمت الواب بتاع الفيه بقال لي تمام زبط معهم ويلا بي طبعا بقى مشكلة انها بتكسف وهم ما بيتكلمش اصلا عربي فطريت ايه اخش هدوس مش فانا معي روحت وقلت له انا عندي فكرة وعايد اصور هو كان بيتكلم اجليزي من كاستر شوية قال لي بس انا عندي تحكيم مش عارف ايه وعندي كزا وفهخلصه اجيلي هو بصراحة ربعي ساعة بالزبط وراح جالي قال لي انا جاهز ربع ساعة كده انا قاعد في الكفليري اصلا هو لفا لسا ما فكرني قال لي انا جاهز يلا بينا فجيبت ناديت بتعبب بتاع الفيه بتاع الفيه بتعبين كنجاز في اي لحظة نادين هو عمل ده الحوار ده الفكرة ان هو بتاع الفيه اتغابة شوية مش خيب اتغابة في الفيه تمام راح رمى الفيه كله في وشه رمى الفيه كله في وشه وهو قاعد يكوح شوية كده الحد ما قال له خلاص طوام بتاع انا كده كده باش شبيب انا كمان بس صعب شوية بالراح حد ما خدنا الصورة يعني بس رمي بس انا كنت فكرة ان انا والله اروح اكلم اللي هو الكوسبلاير اللي هو بتكلم يباني كنت فرحوة يعني اني او مرة هشوف كوسبلاير وهيبقى كمان يباني اصلا الجنسية يعني بس مش فكرة ودايما اليوم بيبقى زحمة فكل ما بقى عايزة اروح اعمل حاجة في حاجة تحسن فالاسف ما روحتش لا لا تمام بس بيقولي يا عصوي يعني مثلا لذيذ انا الحمد لله انا عرفت اصور الناس اللي عرفت اصورهم يومها يعني او في ثلاثة يام انا صورت كل الجرجز تقريبا ما عدا جد لقى كله زورته برضو كمان راجل برزيلي ده راجل محترم بس يعني الحمد لله كان انسوا مني كان تجربة كويسة بعيدا عن اللي اتقال عنه بعدها او كيكا ده لازم بيتقال اي حاجة ومفيش حاجة هتسلم من الاخطاء ولكن هو كورينا بننزل فور فان في الاخر اخر بقى سؤال للناس اللي في الشات عشان انا شايف ناس كتير هل حد عنده اي اسئلة انا قلت برس حبيت ارغي كده على ما حد نزل اسئلة يعني بس اي حد عنده اي حاجة ندق اخي اللي طورت الدوحة هلوى الزينة طيب اللي عملانا تعبانة فيها والله يا ببتك عندك زينة اعرف اللي بعشرة جنيه في المترو اللي بتبقى هي ده هي زينة ده مش اعلان والله ده مش اعلان انه والت اقول لك ده السيطارة ده السيطارة وراء انا ما فيش حاجة انا والله اصلا ما فيش اجوارة مضانية في البلد دي على بعض اعملوا انت اعملوا انت تمام اي حد اي اي حاجة اي شيء بهابت لو كنت تكتب حاجة كتير اكيد لو نسيت تكتب حاجة اضطها يعني دريلا انا عرفت مين بتاع الفيب كنت مقول ساعتها في الكوسبي اريا ولا ايه هو السؤال ده لي ولا المهتب هايش بس هو الكومنت يعلى على مهلك احنا طولنا كده ولا احنا بدأنا كم اتناشر تقريبا احنا طولنا يا جماعة انا اصلا ما حسيتش بالوقت عمومة اوه شكرا شكرا والله ولا نا لا بجد والله لو انا طولت وقل ليلي انا السنة انا رغاي اما انت جيت لواحدة رغاية فاحنا مش هنطلق صغير بور الصمح ومش هنذهق مشكلة في الناس الناس ايه بقى مش عارت اتا لا شاهد انا هموت وقت تقول عندي بس انا خايفة ابوز الحاجات اللي انا ملصمها اللايف بتاع ماهي اللي جاي امتى وهو ينفودي حلقة واحدة كمان والله بالنسبة لنا هي حلقة واحدة والله الحمد لله ضبطنا حلقة بالنسبة لها هي بقى لو بتطلع لايفات ايه مكنت تقولك يا حيوة انا مقصرة اصلا في المحتوى الفترة دي فانا انا عايز اقولك اني وكمية ناس كتير اصلا عجبهم الحوار ده باين انا كنت عاملوا قبل كامل سنتين والله بس ما كانش شهير للدرجات دي يعني عجبهم حوار الوركاست والكلام ده وبالذات طبعا الناس يعني لو عملتوا تاني مش اقول لو عملتوا بعد رمضان مش اقول لأ يعني احنا معيك باين انا مش عايز احرق الجست اللي بقى لي ثلاثة عسابيات بكلمها وم بتردش فمش فرق يعني لان على فكرة ما يتابع عرفاها فمش هتتكلم طب هو مفوت في سؤال جالي بيقول لي هل انت شخص جميل معرفش بها ده ليه وده ليكي لو بتذكر اكيد ليه هل انت شخص جميل هو انت او انت مفيش تشكيل طب انت جايب وانا هجايب بعيد هو عادة جماعة يعني اي سؤال انا شخص عالي يعني مش عارف يعني جميل مش عارف والله هو هو شخص جميل يا جماعة هو 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 جميل من جواية طب هل انت شخص جميل هو من جواية معرفش ما مش ضمنة يعني مش تأكد انا اعتقد كده خلاص يعني ناسل شوف الانستجرام برضو لو فيه اي او او ديتس ناسل تروح تتصحر برضو ماه لا لك كده او خلاص كده ممكن ننهي لاند الموضوع بيبقى متسعب مسجل على الفيسبوك انا كده كده بحمله اصلا اوكي حلوة ام 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 حلوة فكرة حلوة فكرة انك تصون في بولندا في درجة 50 تحت الصف انتو ليه ليه محسن ان عايش في سكيمو يا جدعان وهو كده بيجوع وهو كده بيجوع درجة الحرارة دلوقتي مش بردة او يعني درجة الحرارة صفر مش هو انت عندي سانتي كاترين تقريب انت في سانتي كاترين او ايه عادي انا اعادي اقول لكم ان كده الجو الحر بالنسبة لهم يعني اعشان انا اول ما جيتك درجة الحرارة مينس سبعة ومينش عام مينس عشر او كده بدأ التحرر بتلاجة عندنا بتبقى مينس سمنتاشر تقريبا بس انا عايش في بتلاجة وبرضو شكرا على الخمسين ستار انا الحاجات ده اصلا مش عارب بتوصلي ولا لأ عشان مش راكي نحط بيبال ولا لأ اصلا مش مهتم انا اصلا مش عارب ايه حاجة دي مش باهتم انا غاية عن تسبب بقلي كثير ولا ايه ايه ده لا ده في الجيمينج في حوار الستار اه كده بيجوا ما كده بجوع تمام واحنا كده طولنا عليك اوه يا جماعة في مصر بالزات لان عندكو سحور انا الفاجر عندي بقدل لسه الساعة اربعة و اربعي اه تلاتة او اربعي لعشرة انا احنا عندنا اربعة و اربعة وعشرة اربعة وربعي انا انتو عندكو احسن انا اصلا اموما يعني انا كده طولت عليك اوه النهاردة انا كده لو قاعدنا ممكن نرغي كتير بس مش هقول لأ يعني لو حابين تشوفوا حاجة تانية تمام او تشوفوا مهتاب تاني مش هقول لأ يعني دي برضو راجع المهتاب وراجع عليكم انا بالنسبة للراجل فاضي فممكن اعملها في اي وقت اربع لك يا باشا بشوش كده تمام فالمواضيع كتير بصراحة ومهتاب يعني الحمد لله يعني انا طبعا بشكرا ان هي قادت معي النهاردة وطولت معي وقعدنا وعملنا على حوار جامد ورادت على اسئلة كل الناس ولسه في اسئلة غالبا هتيجي بعد ما نزلنا الريل بس يعني لو عملنا بورت طول الحوار ده نبقى نعمل له عادي بس باخر رمضان بقى وللت العيد او حاجات اللي مهدين براحتنا عشان لسه عندنا حلقات كتيرة جاية في الطريق نفكركم في الحلقات اللي جاية في الطريق وهي زي ما قلت لكم بكر حلقة مالك وغدا وبرضو الحلقة دي يعني اكشن شوية عشان اللي برضو كانوا بحاجات كتير الفترة اللي فاتت اخيرا ايش يكون بعد كده يوم الخميس حلقة مع رشا بمعاطي يوم الجمعة الحلقة طبعا المنتظرة من الشعب المصري كله ويوم السبت الحلقة اللي هتبقى معها ايا وباسم والحلقة دي اوفض نقطة تتفرجوا عليها هلانت خلال ما فيها بفجأة الحلقة ما عاربش هتحصل ولا يعني واخر حلقة لحد دلوقتي متحددة هتبقى يوم اتناشر او تلاتتاشر ابريل ودي هتبقى مع اشلي دي مفروض انها ستريمر يعني او ستريمر اجنابية على التويتش ودشتال ارتست وكذا فدي برضي هتبقى الحلقة انجليش اللي هتبقوا موجودين ساعتها يعملوا حسابكم الاسئلة تبقى كلها انجليش او انا هترجم يعني بس يعني هي حلقة تبقى كلها انجليش دول لحد دلوقتي الحلقات المعلنة والاكيدة يعني اخر حلقة بالنسبة للحلقة هي حلقة اشلي طيب ايه بقى الحلقة اللي لسه بقى لي تلات سبب اتكلم معها دي مؤتمد عن ان الشخصي رد تمام فبس يعني ده مش هادر اقول اكتر من كده لانها فعلا هي شخصية كبيرة طيب شخصية كبيرة قوي فهي ردت وقالت تمام ونزبط معاد ومن ساعاتها لا حياتها لما انتوا نادي فيا رب يعني على العموم شكر لما اعتبت طبعا انك كنت موجودة معا النهاردة اه واضح من نداء الجماهير يعني انهم عايزين نشوفوا حاجة تانية بس انا بقى نشوف الحوار ده بعدين اه تمام اه ان شاء الله شوفكم بكرة ساعة عشرة حلقة ملك وغدا وبس كده اه اه غيرا بتكون استمتعته النهاردة احنا نرغينا كتير واتكلمنا كتير طيب ممكن نرغى اكتر بس احنا طبعا خلاص قلنا كفاية كده النهاردة اه مراجعة اخيرة حد عنده اي حاجة اه الايف امتى مقولتلك بكرة الايف برضو على صفحة الفيس الساعة عشرة بالليل بعد صلاة التراويح انا بعمل كل حاجة بعد الصلاة رح اصلي وخلص معروفة ايه تمام يا رد بجد كان لايف حلو حاضر والله من الناية الموضوع انا بالنسبة لي تمام انا لازم اشوف مهتاب لازم اشوف صاحبة الشأن فالموضوع مؤتمد عليها برضو يعني هنشوف برضو ما نزبطها بعدين لو زبطت كده كده انا راجل بسيح يعني انا استجرام اعطلو فنشوفكم قريب ان شاء الله نشوفكم بكرة طبعا في ريل هتنزل الساعة اتنين بالليل زي مهتاب كده بالزبط بس همكة بعتين بدري فانا خلصتها برضو اللي عنده اي سئلة الغداء او مالك بيحطها عادي وشوفكم بكرة ان شاء الله بيس ايه 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 انا بساعدة اقولك بس قبل منافل ايه انا فرحانة قوي والله ايه انا جيت معاك النهاردة الحمدلله وان شاء الله كنت خفيفة عليكم وان شاء الله مش اخر مرة بس نرح نبقى نزبط بس كده باي 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 باي